موسيقى السلام عليكم ورحمة الله معكم هو من جابر من مدونة مجنون كمبيوتر في ناس كتير سألتني عن طريقة تحويل اللابتوب بتاعها لجهاز راوتر راوتر او بمعنى اصح طريقة ان هو يوزع اشارة الواي فاي من اللابتوب لاي جهاز تاني بيستعمل الخاصية دي طبعا الخاصية دي بتنفع لو انت ما عندكش راوتر واي فاي عندك راوتر عادي شغل بالكيبل بس تقدر توصل لللابتوب بالكيبل وتخلل اللابتوب بتاعك يوزع لاي موبايل او اي جهاز بيستعمل واي فاي يوزع له connection واي فاي طبعا انت بتتحكم في اسم النتورك بتحكم في الباسورد عايزة مفتوحة ولا مقفولة كل ده بتتحكم في عادي ما فيش اي مشكلة طبعا فيه برامج بتقوم بالعملية دي بس انا جربت منها برامج كتير المجاني منها مش قد كده طبعا المجاني بيرغمك ان انت بيحددك بمعنى اصحب خواص معينة ما تقدرش اتغيرها جير في النسخة البرو منه فانا شايف ملاحش لازم لاندي اصلا خاصية موجودة في ويندوز 8 و ويندوز 7 مفيش اي مشاكل فيه نبدأ دلوقتي هنروح على control panel network and sharing center هنروح على wireless network اول ما نفتحها هندوس على add نيجي على تاني اختيار create an ad hoc network هندوس next طبعا اول خانة هنكتفيها اسم ال network اللي احنا عايزينه هنخليها مثلا test تاني حاجة التشفير التشفير ده عبارة عن ثلاث حاجات ممكن اخليه مفتوح خالص من جير باسورد اي حد يقدر يخش على الشبكة مفيش اي مشكلة ممكن اخليه باسورد اللي هو اخر اختيارين تاني اختيار وتالت اختيار ده ممكن ده اقدر احطله باسورد طبعا انا جربت تالت تشفير مش عارف دعيف الموبايل عندي او لا لا بس الموبايل ما ارهوش فاحتياطي خلينا افتاني واحد عايز تجرب تالت مفيش مشكلة لو اشتغل معك برضو مفيش مشاكل هنخلينا افتاني اختيار طبعا احنا مجبرين نكتب حوالي 10 ارقام تمام خليتهم مثلا من 1 لتسعة بعدين صفر هنلو سنيكست طبعا اول ما يخلص يقول لي ready to use هقول له turn on internet connection sharing حسنا لما يخلص تمام بيقول لي الوقتي sharing is enabled اول ما ادخل دلوقتي على ال connection اللي عندي حلائي موجود عندي ظهرت تست وظهرت بعلامة الهوك اللي هو بمعنى الموزع مثلا او موزع الاشارة طبعا انا جربت الوقتي في الموبايل بتاعي لقيته على الشبكة عادي مفيش اي مشاكل واشتغلت معي تمام دي الطريقة بكل سهولة تقدر تستخدمها على اللابتوب بتاعت لان اللابتوب اصلا في لانا وواي فاي فيقدر يستقبل ال connection للكيبل ويحولوا الواي فاي او يوزعوا لأي جهاز تانى باستعمال الخاصية دي لو عندك بي سي ومفوش كرت واي فاي زي اللابتوب تقدر تشتري له واي فاي يو اس بي توصله بي وتعمل نفس العملية دي مفيش اي مشاكل طبعا سامحوني لو اخطأت في اي حاجة في الشرح مستني تعليقاتكم وانتقاداتكم تابعونا دايما على المدونة هتلاقيوا كل جديد ومفيد ان شاء الله ما تنسوش تعملونا سبسكرايب على اليوتيوب فولو على تويتر ولايك لصفحة مجنون كمبيوتر على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا